وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معرض أهلا رمضان وأهلا مدارس وخلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وجه مدبولي وزيرة التنمية المحلية منال عوض بأن يتولى المحافظون مسؤولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك وهو ما رحبت به الوزيرة مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة